في مفاجأة بقى وأنا بشوف القرارات مبارح مع عضو بارس في لجنة الانضباط فجئني الأسبوع اللي جاي أو على نهاية هذا الأسبوع احنا بدأنا بداية الأسبوع نهاية هذا الأسبوع هيكون في جلسة تخص مباراة الأهلي والهلال السوداني لجنة الانضباط عايزة تقفل الملف ده وتقفل كل ملفات المسابقات الإفريقية قبل ما تبدأ مباراة السم فاينال فكانت المفاجأة بالنسبانة بشوف نتائج التحقيقات والقرارات الخاصة بالمباراة قالوا لي ان الاسبوع ده نهايته يعني اعتقد يعني في نهايته على اربع خميس جمعة يعني هيكون في اجتماع متعلق بمباراة الاهلي والهلال السودان عشان يتم حسم هذا الاياب مباراة القياب اللي تلعبت وانتهت بفوز الاهلي 3-0 كلنا عارفين ان الهلال اشتكى اشتكى للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وكمان الاهلي اشتكى للاتحاد الافريقي هيتم دمج الشكوتين وهتنظر في جلسة نهاية هذا الاسبوع ويمكن خبر ده خاص وحصري محدش يعرفه ومتكتبش في اي حتة ده من خلالي يلا كورا جلسي عشان نهاية هذا الاسبوع هنعرف ايلا حصل بالزبط عشان كل ملفات تقفل قبل مباراة السمي فايلل